حصيلة جيدة يحققها القطاع السياحي الذي يستمر في التعافي بعد الجائحة أرقام قياسية سجلها الموسم السياحي الصيفي حيث بلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة أكثر من 59 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024 وهو ما يمثل ارتفاعاً بملياري درهم عرض لوزيرة السياحة فاطمة الزهر عمور خلال الاجتماع الحكومي الأخير سجل أيضاً رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2024 بلغ نحو 12 مليون سائح وأكدت سيد الوزيرة خلال هذا العرض على أن الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكن من تشجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية حيث بلغ 11.8 مليون سائح أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حصيلة استثنائية قبل نهاية الموسم السياحي تندرج في إطار التسريع تنزيل خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي أطلقت الحكومة في مارس 2023 والتي ركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية مما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية ترجمة نانسي قنقر